مقابل محكمة الساعة نحي ونسان سماحة السيد القائد راعي الأصلاح السيد نتدى الخدمة أمام مقر قاضي القضاة فأقزيدان الذي تورط في التصادم الأقصى مع التحالف الثلاثي يقف هؤلاء الجنود من قوات النخبة التي تتولى حراسة المكان ليبايع زعيم التيار الصدري في أي توتر محتمل فجأة صار الجميع يتحدث عن تصادم مرشح للتصاعد رغم أن الجميع يطلب ضبط النفس حتى أن وسائل الإعلام الغربية تثني على دور نور المالكي الذي كان في السابق أكبر مصدر للتوتر في العراق وهو اليوم يكافح لتخفيف العبارات المكتوبة ضد مقتضى الصدر في مكاتب الميليشيات موقع بريطاني بارز يكشف أن المالكي ظل يكافح حتى الفجر لتخفيف وتعديل مسودة بيان الإطار التنسيقي منتصف الشهر الحالي والذي جاء ردا على خطاب متلفز ألقاه مقتضى الصدر محذرا من غضب الشعب على الفصائل وعلى رئيس مجلس القضاء فاقزيدان اجتمع الإطار في منزل حيدر العبادي هذه المرة وهذا مكان لم يعرف عنه إصدار خطابات متشتدة لكن الفصائل كانت تشعر بغضب شديد وترد على خطاب الصدر عبر بيان ناري هنا جاء المالكي وقام بنفسه بتخفيف العبارات موقع ميدل إيست آي يؤكد أن المالكي اضطر أن يتدخل ثلاث مرات لتخفيف البيان الإطاري ومن الواضح أن المسودة كانت تثير قلق حيدر العبادي وعمار الحكيم أيضاً يقول العارفون بوضع الفصائل إن الأجواء التي رافقت خطاب الصدر كانت خطيرة جداً فالخطاب الذي استمر ثلاث دقائق أرعب معارضي الصدر وما حدث بعد ذلك جعل الأمر أسوأ فسرعان ما أعلن قادة سرايا السلام الجناح العسكري للصدر أنهم جاهزون وخرج مقاتل سرايا السلام إلى الشارع والأخطر حصل حين بدأت منصات تابعة للصدر تنشر أسماء قادة العصائب والكتائب وعناوينهم وصورهم مع التهديد بيان الإطار الذي خففه المالكي وربما العبادي وصف مواقف تيار الصدر بالتطور الخطير الذي يؤسس للفوضى وعدم الاستقرار تقول الفصائل الإطار غاضب بعد خطاب الصدر الذي زهب بعيدا هذه المرة ويرد أتباع الصدر وكيف لا نغضب وقاضي القضاة يصدر القرارات المتتالية ضد تحالف الأغلبية وينزع صلاحيات الحكومة والبرلمان ويعطل الحياة في صورة متكاملة لانقلاب شامل على انتخابات الخريف عاد إلى الواجهة أخطر سؤال كيف تقوم قائمة العراق وسط سلاح منفلت ومحكمة خطفتها الفصائل ترجمة نانسي قنقر